السلام عليكم اليوم الفيديو عبارة عن تجهيزات مسبقة من الخضار لشهر رمضان المبارك او حد ممكن تجهيزات مسبقة يعني بحال انتم عنكن فائد من الخضار او ممكن يكون عنكن تستغلوا موسمو وتدروا تحتفظوا فيه فيما بعد تستخدموا وهذا كتير عن جد بيسهل عليكم كتير وخاصة للام العاملي كتير بيسهل عليكم فانا هشارك معكم بعض من الشغلات اللي انا ممكن فرزة وجهزة قبل بوقت هلا مثل ما نكون شايفين عندي هون جزر وبروكلي وعندي البطاطا مثل ما نكون شايفين قطعتون لقطع صغيري طبعا انا هون عملتوا على اساس اني للشوربة يعني انا هون الخضار الجهزة للشوربة وكمان ممكن تستخدموها لتحطوها تحطوها صينية خضار بالفرن او مع الدجاج بالفرن كمان كتير كتير مناسبة طبعا هون انا اسمتهم حسب طبختي هون ابني حبي يساعدني ما لقيته غيره انا عم صبر عم عبي بالكيس فاجه صار يعبي معي فما حبيت خجنه انتم ممكن نضيفوا اي شي بتحبوه سواء للشوربة او لسنيت الخضار والدجاج بالفرن فالخيارات والخيارات لشو بتستخدموها الخضار طبعا كانت هاي الفترة الجزر او البروكلي رخاص فحبيت استغلوا رخصهم وكمان بوفر عليه وقت ومشهود شايفين عبيتهم باكياس بهذا الشكل وشكلت لكل كيس حطيت حبي من البروكلي حبي من البطاطا حبي من الجزر وفرستهم بهذا الشكل وهوني كان جايب لي جوزي سبعاني كان ارخيص كمان هاي الفترة فجايب لي ربطين او باعتين وما كان لهم طريق فعلت بدبل هون وبحطهم بالفريزة متل ما نكون شايفين هون هلا عم نقيهم عم شيل الراس الفؤاني ولو في ورق منزوعة كمان بشيلة او مصفرة بشيلة و بتخلص مننا وبعدين بدي اناحون ممي لانه مليانات طراب واكيد واضح قدامكم بالصورة كيف انهم انه مليانات طراب طبعا هاي السبانغ ممكن استخدمها بعدين للفطائر او ممكن اطبخه الطبخ التقليد العادي للسبانغ مع لحميه وتوم او بصل واحمل جنبارز كتير اوقات انا بجيب السبانغ اما بكون ما صر له طريق او ما قدرت اعمله اطبخه او ممكن لقيته رخيص و جبته فدائما بتتبع هاي الطريقة اللي بالفيديو هلا انا هون بعد ما نقيتهم نقعتهم مي مشان يتحلحل منهم التراب وغسلتهم اكتر من دور وبعدين بترمهم ترم خشني بهذا الشكل وبعدين هدبلهم رح فرجيكم كيف دبلتهم هون بتنجرة على النار اضفت السبانغ بدون لا زيت ولا مي السبانغ هي رح تبزل معنا السوائل فما حضيف ابدا المي وحدد بالمعنى وتقريبا حتاخد الاستواء الكامل للسبانغ طبعا لو عندي كمية كبيرة فبضيف شوي ورا شوي حتى انتهي من الكمية كلها وهون كمان ضفت شوية ملح هلأ طبعا تقريبا خمس دقايه على نار وسط هتتبقى المعنى وحتطلع مي وهلا حفرجيكم المي اللي طلعتها شايفين المي اللي طلعت معنا وكيف دبلت فما في داها ابدا اني حط مي ومتل ما قلت لكم لو الكمية الكبيرة بتحطوه على دفعات كل ما دبلت معنا شوي سبانغ ونرجع ما نحط شوي تاني وهون بعدين صفيتها بشكل كتير منيح من المي مش هل لو انا بدي استخدمها بعدين للفطائر بصفية كتير منيح وبعدين بحطها بالكيس وبحطها بالتلاجي او بالمجمد ودائما بيتبع انا هاي الطريقة بكتير اوقات لسه بانغل انه بكون كتير رخيص بفترة من الفترات فبحب عمل بها الطريقة اما الجزر واللي اخذ حيز كتير كبير عندي بالتلاجي هون غسلته كتير مليح وبعدين اشرته وبرشته مثل ما نكون شايفين وفي كمية عملتها كمان دوائر لشو ممكن استخدمه ممكن المبروش استخدمه للحشوات ممكن استخدمه للبخاري وممكن بعدين اعمل اعملوا عصير مع نوع تاني اخلطوا مع نوع تاني عصير وكمان الدوائر ممكن اعملها للشوربة للفرن لصنية الخضر بالفرن وممكن لليخانات مثل يخنط البازيلا ولا يخنط الدجاج يعني لكتير انا بستخدم الجزر فيها طبعا لانه كتير رخيص هالفترة فحبيت كل فترة بجيب كمية بستخدم اللي بيستخدمه اول باول والبقية بحطهم بالتلاجي وكمان انا وقات بجيب الجزر وبقطع وقطع مكعبات صغيري ناعمي وكمان هاي ممكن استخدمها بعدين للرز هاي التفريزات المسبقة اللي انتو دائما كل ما عنكن شوية خضر شلتو انتوه حاطتوه بالتلاجي حتوفر عليكن كتير وقت وحتى تشجعكن تقوم تطبخوه سواء اذا كنتو تعبانين او عنكن ضيوف فحتلاقوا كل شي جاهز قدامكن فورا عالتطبيق فعنجا بنصحكم تعملوا هاي الشغلات هترتاحوا كتير بعدين وهيك كنوصنا لنهاية الفيديو وبشوفكم على خير بفيديوهات جديدة ان شاء الله بامان الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودايع اشتركوا في القناة